السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الواجب علينا جميعا أن نشكر الله تعالى على نعمه العظيمة والكثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وما بكم من نعمة فمن الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ومن أعظم هذه النعم نعمة العافية في البدن وفي الأهل وفي المال وأعظم هذه النعم كما قال الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى لا نقول من أعظم النعم وإنما نقول أعظم النعم نعمة الدين ونعمة الاستقامة وذلك باتباع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعنهم فنشكر الله تعالى على هذه النعم على ما نعلم وعلى ما لا نعلم ثم أشكر وأتكلم نيابة عن إخواني الدعاة الذين تكلموا نحسبهم والله وحسيبهم نشكر أهل هذه الدر الذين استضافون وفتحوا لنا هذا المجال وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يبارك فيهم وفي زوجاتهم وفي أبنائهم وفي دورهم وفي أموالهم وفي أعمارهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم ويجزيهم خير الجزاء وأن يثيبهم خير الثواب على فتح هذه الفرصة بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثالثا نشكر لكم جميعا على حسن السماع الآباء ككبار والإخوان والشباب الذين حضروا وتركوا كثيرا من الأمور وجاءوا نحسبهم جاءوا لاستماع الكلام من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والموضوع ذا جماعة اللي تكلموا عنه لأخوة ذين لأشيخ شهاب والشيخ الطيب موضوع التوحيد دا دا زي ما ذكروا لك دا أعظم موضوع لأنه يا جماعة الكلام في الدين تبجي المساجد ويقول لك نحن دارين قال الله وقال شنو رسول الله صلى الله عليه وسلم مجم يقولوا كذي كذي أمسك القرآن دا أمسك سورة سورة كذي نحن نمسك كذي سورة 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 الفاتحة مجوّل سورة في ترتيب المصحف مجوّل سورة فيها قول الله تعالى إياك نعبد وإياك شنو نستعين واحد السورة البعض جنو البقرة فيها قول الله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات بعد سورة جنو آل عمران أول آية وثاني آية ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثاني سورة جنو النساء فيها قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا تالس رجل المائدة فيها قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن كانت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم إلى آخر الآيات تالس رجل ألا نعام فيها قول الله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم بعد الأعراف فيها قول الله تعالى حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بعد الأنفال فيها قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بعد سورة جنو التوبة من بدايتها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من شنو من المشركين من المشركين بعد سورة يونس قال الله فيها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم بعد سورة هود فيها قول الله تعالى عن هود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك هكذا قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بعد سورة يوسف قال الله فيها مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بعد سورة الرعد قال الله فيها قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وإليه متاب بعد سورة إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام بعد سورة الحجر آخر آية وقبلية رب العز والجلال قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنه ليحزنك ولقد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون إلى آخر الآيات إلى أن قال الله تعالى ولقد نعلم أنك لا يضيق صدرك وللجلو أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك جنو واعبد ربك تتوحيد حتى يأتيك اليقين بعد جنو سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما جنو يشركون بعد جنو الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتابة وجعلناه هدى لبني إسرائيل بعد ذا قال شنو ألا تتخذوا من دوني وكيلا هذا ذات التوحيد وآخرا يزات في الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بعد سورة الكهف رب العز والجلال قال فيه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بعد سورة مريم قال الله عن إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية بعد سورة طاها قال الله مخاطبا موسى عليه السلام يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري والقرآن ذا كل كذلك قال الله أنا ما وصلت لك الموضوع ذا مبطول عشقكي بن القيم رحمه الله قال القرآن كله توحيد كل توحيد دارس يتكلم بالكتاب والسنة ما بتقدر تزوغ من التوحيد تزوغ وين يعود موضوعك إلا تبقى بتعلفه دوران وكذا 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 ولذلك يا جماعة الموضوع ذا الإخوان اتكلموا فيه لا ندل في دعوة الكتاب ودي دعوة السنة في صيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السب الموبقات قالوا ما هن قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذ المحصنات الغافلات المؤمنات أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي البخاري ومسلم من رواية أبي بكرة الثقف قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت شكذا جماعة رب العز والجلال قال في القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة جنة حرام ومأواه النار وما للظالمين من أنصار رب العز والجلال قال في القرآن والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ورب العز والجلال قال وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهر رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ولذلك النصوص كثيرة في هذا الموضوع موضوع التوحيد وأنا ماذا أكرر الكلام كثير فالناس سيركز على الموضوع دا جمع وتعيش عليه بعد ذلك لم تجي تموت كمت على التوحيد يا كم من أهل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى والله تموت حسن خاتم رب العز والجلال قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون زي ما أذكر لك شيخة طيب الرخة في الدنيا دي تعمل تتوحد الله فالله يفتح علينا بلدينها قصة شنو زراعة راقدة أستي تزرع هنا دي بكرة الله بقويمة ما بيش ولو موية شغالة بل المازور من المازورة بتشرب تقرطع نعم راقدة تخش السوق التمور التمر أنواع واشكال ولك دكزة ودكزة ودكزة والله فواكه راقدة فاتحة محلات بتاعت فواكه في سوق فيه محل فواكه واحد لا قاعدتها ولا أنواع قاعدين الهدوم بوتيكات فاتحة غالة زراعة جنب البحر راقدة وغير البحر ذاته واي شي راقد والناس قاعدين والبلد فيها شباب وفيها حاجات كثيرة جدا بترول وغيرها طيب ما قالوا الناس تعبانا عملوا حرب مع الله ديلهو كتحاربوا حاربوا الله سبحانه وتعالى يا الله إذا مش خلقتنا ايه ننا بننادي غيرك إذا مش أنعمت علينا ايه لا بنشكر غيرك بنشكر غيرك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها النعمة حق الله سبحانه وتعالى الجنة الدولة والله شكر في الشيخ فلان فلان أداني جنة وفلان كذا في فلان بدي جنة ومره مشت لفكيلة جنة دي أقنع منا قل له بتقنع وننا عارف الذات الحاصل شو يا أخي ما رأيت الزوجت ما شير لزول لي دار عارف دي بتمش لزول لي تما تسأل الله سبحانه وتعالى بديك الجنة يا أخي يا أخي إبراهيم عليه السلام قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء يا أخي زكريا عليه السلام رب العز والجلال قال عنه ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة شنو عاقرا ذنبه خير زكريا عليه السلام ولا الكباشي بل راحك بل راحك أنت ما تزعل بل راحك ولا نبز في نبز وين دي من النقطة الثانية جايك ليها أنتوا بتتكلموا في الناس وليه دي جايك ليها إن شاء الله لكن بل راحك أفضل زكريا عليه السلام ولا الكباشي مجزكريا عليه السلام قال وكانت امرأتي شنو عاقرا عاقرا مرته قال عاقر سيد قل ليه كباشي بدي جنح سأوي فيها قصيدة كباشي كم أدى ولد في كل بلد سيد أول كبضة كبضة أكبضة واحد قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل يكون شغال في الموية يربط ويحل في كل محل كباشي من غير مس وطفل كم أدى طفل كباشي هذا يمع كلام يقول ذو العاقل شارون قال كلام زيدا الرئيس الجديد تعمري كذا اسمه منه ترمب ترمب قال كلام زيدا ترمب ذا قال كلام زيدا يا أخي ميسي قال كلام زيدا ما أقول أورتن قال كلام زيدا ما أقول ما تلعب علينا أخي كفار يا أخي كفار مراتل دو تعمان في السودان يا أخي يقولوا كباشي بدد جانا وكباشي مات كباشي مات والله مسكيتا ما يدك ليا أتحداك الثامشي قبر قول اللي جيب مسكيتا بددك ليا قول اللي جيب جنه جنه بس مشترح علىه بددك ليا وما أتراكد جوه واستغرب أن النصاوين بدفع عن قروش زو الميت بدو قروش ما هذه جنة ولا شناء جماعة وكذفهم مفاهمون الحاصل قلت تمشي يا أخي أنا دار لأي جنة وشوف لأي جنة وشوف لأي جنة قال الله تعالى في القرآن في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن مش كلام واضح يعني يفصل لك أكثر من كذك ما خلق الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني يفصل لك أكثر من كذك يا أخي رب العزة والجلال يتحدى قال يا أيها الناس كباش ده من الناس ولا حاجة تانية من الناس خدت طوالب يجمع شو يغصو فيه ده من الناس ولا حاجة تانية ولا نبز ولا تزعل وينو نبزين قلنا نبزنا زولة سي قلنا لك إنت زول ولا ما زول إنت كان ما زول وأبقى واضح معنا قل لي أنا ما زول لن نتكلم مع الزول نحن كان زول خلاصة كيف مع الجماعة ده كيف في الصف يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ما قال طفلا دي كثير عليهم كثير شديد ولا قال فيلا في الكثير عليهم ولا قال أسدا ولا كثيرا لن يخلقوا شنو ذبابا في تدمير أكثر من كذب قال الله الله خلاله وانشين نازل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اجتماع القادرية والتجانية والسمانية وكل لون جه الجماعة التد والأصنام والشمس والقمر والأي شي عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى أصنعوا ضبانا واحد بس بس ضبانا واحد أصنع ما قدروا ولا بقدروا دي قوة تخدت مع قوة الله سبحانه وتعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ما كذبا لسا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعفا ولا ما ضعفا ضعف الطالب والمطلوب الطالب دياته البنادي والمطلوب دياته ده البنادي ذاته ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ياخذ الضعف يا أخ يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيه الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ما عليك يقولوني أكيف إن شاء الله أكيف قاعد كذب تكتل نف الزات قال لون أكيف قال الله تعالى في القرآن قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهج ما كان لكم أن تنبتوا شجرها وأضانين وعينين الفقر داك ولد وجنى فيوك مضان اثنين دا حق الله ذاته تلعب علينا هيتا وفيوك كراع اثنين وكميد اثنين دا ما دانا لها الله برضو نظر تغنيعنا جبلين جنى فيو ثلاثة يضنين صح ولا ما صح لكن دا جنى ويلدوه من ابوهم ويلدوه بعد تزع شهور وده بعد تزع شهور الفرق شنو تبت الصلبة زاي انت قبل ما قبل ما يلدوك إتا يا الفكيه الكام بيدي الجنى منه الكام بيديهم منه رب العزة والجلال شكير رب العزة والجلال قال ايو شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون قال الله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون مش كلام واضح تياخ تقول ليف فلان وعلان ودوى الله الذي لا اله غيره ان لم يكن هذا من الشرك فليس بعد هذا شرك ما في تاني ما في يا اخي الكافر يا اخي ابو جهل لو تورت قومت من قبر تلاب جهل قولها النصيحة خلقك منو وقول لك الله با امانك لا يعني اللات ما خلقك وقول لك لا لا دجا هنا برانا صنعنا نين وهبل ما خلقك لا اذا استوردناه من برها جيبنا من الشام والعزة ما خلقتك اخذي شجرة ما خلقتك اتو امسلمين جنيت واللجنوات خلونا نرقد والله وجوه مسخن جوه معذب بتحيره اتزاتك ابو جهل كان مرقت اخرجت ابا جهل ودارت عرف الكلام ذا اقرى القرآن سورة مثال واحد سورة الزخرف قال الله تعالى في اخرها ولئن سألتهم كفار قريش من خلقهم ليقولن الله لا يقولن الله ما قال ولئن سألتهم من خلقهم قالوا الله ما قال قالوا الله قال لا دي اذا التوكيد يقولن الله أذا التوكيد كلام مؤكد ليقولن الله فأنا يؤفكون وفي اول الصورة ولئن سألتهم من خلق السماوات والعرض ليقولن خلقهن العزيز العليم العزيز الله العليم الله سبحانه وتعالى هالسياخ يجي الختم يقول أنا عرش أو الكرسي وزول يتبتمش لك قل لك أنا العرش ده بتقعد معا تاني زول ما شكت لك قلت لا أنا عرش قال لك أنا عرش ولا قال لك أنا خلقت العرش العرش يتبت صدقوا ده بتصدقوا قل لها الشيخ قل لك عرش الله ده كبير جدا والله أراح في وضع هنا سوينها ليه فوق ليه البين عرش براك لها طلبة لمعلمت براك بس أرفع براك والقش براك والردن براك بيقدر براه من غير طلبة بيقدر أرجى الله تخلق تاه أنا عرش أو الكرسي كبان قال الكرسي الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض زل قد نتر ونص قال أنا سويت الشغلة دي كلها أنا عرش أو الكرسي أنا للسماء بانيها قال بان السماء يا ناس الزماء ذي كان قال لليه الشيخ أدي أجير بصلا جييرة كذي يشيل لك باغة بس أدي أجير أقول لك شي ألمسها بس تقدر والله تميش كذي في طيارة أو حل تجيك الرب تاني جينا في جاي نديك ردمة برضو تاني تميش ما أفجي هزول تتصل السماء لما مبناه كمان أنا عرش أو الكرسي أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها قال كان ما خجلان من الله نار الله شنو نار الجحيم شنو أطفيها قال بيطفي النار وزول النار دي ما بتخوفوا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظ وزفير الله قال عنها تكاد تميز من الغيظ ورب العز والجلال قال وترى كل أمة جاثية الزوال كرعيم بتشيل بيقى علي ركبته من الخوف ما خجلان قال كان طفيت تطفي 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 الفنان ذاك النار بيقال بيبط فيها تطفي كذا تطفي تقدر نار الله تطفي تطفي نار الله الموق تطفي نار قال قال الله تعال وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا رَبَّنَا صِرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمًا إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَّةً وَمُقَامًا إِيه تَطْفِيَةَ إِيه تَطْفِيَةَ يا أخي شكاية الصوفية ديلة والله لعبوا بعقول الأمة شرك وقعوا الناس فيه الجنة دار الدوم علم الغب قال بعرفوه الصوفي قال بعرف علم الغب الصوفي براهم قالوا كذلك الختم قال واحد من الختمية في كتاب اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق تعال الختمية قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي شك والله والله سبحانه وتعالى قال في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون هذا ليس الختمي البرعي ليس سماني قال في كتاب ديوار رياض الجنة ونور الدجنة قال قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور لحد ما قال منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن أظاهر شك بعلم به شك شك المرأة دهبات راحا أبو الشيخ دهبه وين ده بعرفه ليك ده عنده جهاز بتاع دهب ده شغال وينه وانا غنماية تراحت ألقاه وين نكشف كذي أمشي الكوشة تبجي الكوشة تلقى الغنماية قاعدة تاكلها في طحنية مدته وانتهي وانا ما ربه ولك والله الشيخ ده خطير الغنماية عرفة غنماية كيف عرفة وغنماية بتروح حصيلها بتمش وين تبجي الكوشة في غنماية مشتها المستجفى حصل اللي قلت لك غنماية قاعدة في الكرسي بفحصوا لها ما هو تبجي الكوشة ده رلافة كذي تبتفتش لها الغنماية زي الناس معقولة جماعة يا اخ غنماية تشرك وتشرك بالله يا غنماية يعني كان الدوق بقر هتسوي شنو غنماية تشرك بالله ودهب تشرك بالله دنيا دي يا اخ زائل يا اخ ارمي قدام يا اخ وحد الله سبحانه وتعالى الفكير رائح ذاته ما عارف الدرب ليس الفكير رائح والله الذي لا الى غيره وما عارف الدرب ذاته يوريك الترايحة فانا ذاته باستغرب في الامة دي والله الذي لا الى غيره ظالمش للفكير عزاني عزينا الله هو اكبر يمشي يقول له الشيخ ده جيرا نصلي وجه يمشي يصلي في الجامع ويجي يلقى الفكير قاعد الفكير لو صلى والله قبل منه لو صلى والله قبل في بيته الصلاة بكم درجة بواحدة في الجامع بكم درجة جما سبع ويشرين ابو سبع ويشرين يجي لي ابو واحدة ولا مفروض الفكير ذاته يجي كان في جيها صحة ولا ما صحة ناس ذاته غريبين جدا والله الذي لا الى غيره زول مات زي ما قال أخونا شهاب جبال مات غسلوه كفنوه دعاكو كويس وكفنوه خطوه في بيرش شغلينه اربع رجال كله دجتين تلاتة في السودان هنا صلي يقول له صلي يشيلوه التانين والبعد لحد يوصلوا المقابر وحفروا المطمورة ودل لحد ويجيبوا الشيخ ذاته الشيخ ما قاعد يدفنوه يدخلوا جوه براحة كذبا وحفينه بس براحة دي خطو اللبين طاق 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 رصوه يجيبوا الطين الى يسوه واحدين برا بقول لك في نفس هنا اديوه ما بخلوا لك نفس الى يسوك لما قلبك يجيب كان شغال وما في ذاته قلبك ولو كدهك واقف والله ما بلأ يسوك جماعة البره ديل عمك بتلقبع عكاس ده بنظر لك برضو جوه هنا اديوه هنا عليك الله باقي الطين تيك شوفتا تاني لو حي فلا ستا توردتا بعد ده بعد ده اردموا تراب ما بخلوا لك ترابة شوفتا تراب جديد ده كان كان مشحل القبر التاني بيجيبوا في السودان طوال ما شوفتاهم وبعدها بكبوا لماية كمان شان التراب ما يروح ايه الموية دي ما صع والمين بكبوا له كررر كبوا بعدها يجيبوا طلبوا معلمين ابنه ليه اوضة ودفنوا جوه ما كان تخلي بردها والله واحد قال ليه في جبة فيه مكيفين واحد قصادة الكرعين واحد قصادة الراس قال مكيفات قال لك لو حي اول شي لما يفتحوا له شنو الباب هم اقبول بنادوا فيه الجماعة ذلك هسي ذيل فهمين حاجة يا جماعة انت بتنادي في زول زيداه وعزابه ما لاقين اززوجه يا اخي تبني لي ميت شاكد هناك في منطقة في الجزيرة انا ما شاكد لها اسمه طيبة القرشي فيها جبة جو ناس يبهل الجبة اتنين وروني ناس من المنطقة ناس من المنطقة واحد اسمه قسم من المنطقة واحد تاني اخوه اتنين ببهل في الجبة واحد طلع فوق واحد برضو واحد وجع انكسر والتاني وقع انترم وقتي طوالي مات ما شا يبهل شنو القبة والقبة بتاعت منو بتاعت الشيخ ووقع جنب الشيخ مات اتا الشيخ الله ما قال هالجزاوالإحساني إلا شنو اتا تبهلك ما كانت يتلقاو خليته انترم ليه زول ببهل في القبة جماعة وقع مات اتا من اخرى الدنيا تناديو الحقنا وافزعنا براون جابوا في الجريدة جريدة الدر قالوا اسماعيل الولي واحد لقاء مع واحد اسمه الرضي لما واحدين هبشوا كذي قبة بتاعت واحد بقول ليه بزيد هناك في ليبيا قال جابوا واحد اسمه الرضي قال اللي احنا بعداهم من اسكوت من ضمن القصة صجابة قال قبة الشيخ اسماعيل ضبحوا الغفير بتاعه كرر الغفير ضبحوه واسماعيل راقد وغفيرو مالو ضبحوه انا ما عرفت ضبحوا منه اللعنان انا غاتوا ما شاركنا مهم جيهوه جماعة جيهوه والشيخ مالو راقد والبرعي قال الناب خطبهم في البلاد نزيلو قل يا ولي الله شنو برعي بدري قال الناب خطبهم في البلاد نزيلو قل يا ولي الله اسماعيل قال لك كان جات كربة ولا مصيبة في البلد نادي اسماعيل والغفير بتاع اسماعيل مالو جيهوه طيب دي حلوها كيفا جماعة براها كذي تشرحوا لنا نحن كذي فهمونا ماذا انا ما عارف الصوفي ده بفكر بيوينها جماعة زول تلقاو يا اخلافي في الوطا وشيل في التراب وكب في راسه ولا بسر اخدر مرقع جلابية تلقانا ات بترقع زي ما اتخلاله ما انت الشريط ومرقع ولا في بكراع واحده والله الذي لاي لا غيره شايل لحاجة زي جنزير الموتر كر 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 شغال الله قال لك اذكرني كذي سار الليل للقرض قرش قال لك قرمش قرض منوتا ما تاقول باس ده تجرب لبن يا ايها الرسل كله من شنو من الطيبات قال لك قرمش قرض منو فيها يا فيها قرض كذيب لا فيها قرض سار الليل للقرض قرش ماهو الحبوب ماهو الأغبش عندو حصانة ما بتفتش كهربت العالية بتحرك تش ده دي نزي ولا كهربة تلعب علينا نحن دخل بلياء طلع كيكي ماهو الفجل ماهو البامبي ده دي نزي ولا ملجا تلعب علينا نحن والله الذي لاي لا غيره قصائد زاته ما بعرف لنبينا هو ولا شنو زيارة كو ولا شنو ما بعرف والله دي قصيدة قال املانا محبة ورشنا رش عند السكرات ما نتكرمش متكا نتكرمشت ولا ما تكرمشت اتفنا دار تموت حسن خاتمة ولا دار حاجة كلا يماء لخبة باسم دين الله تعالى والله الزرية علم الغيب تنادي والشيخ من دون الله سبحانه وتعالى قباب تبنى ياخر رسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله نهى يعني حلال ولا حرام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه ما بجوز لا تبني فوق ليه ولا مدماك ولا تعمل له جص الزيال اللي سمنت ذاك ما يبتخش ما تعمل ولا تقعد فوق القبر تتاني تبني ليه ولا في بالقبة أوه قال تعالى في القرآن وليتطوفوا بالبيت العتيق البيت العتيق في السودان في مصر فيه في الوردن فيه في فلسطين فيه البيت العتيق ده في محل واحد المقصود في الآية دي في مكة ولا في المدينة ذاته في مكة تطوف بالبيت العتيق هناك سودان ده ما في طواف لك عندك واجع قرآن لفت بالفريق سايع عشان قرآن يعني ما عبادها ما عليش دي رطوبة ولا حاجة تانية اخذ لك جكة ولا بوشم ولا شوف موضوعك لكن تلعب باسم الدينة يا أخي أتري بيصفوها يا أخي سكر ده يا أخي انكترت منه بزوي لك مشكلة قول لك ده عنده مشكلة جاو سكري بيصف سكر كتير ويصفت سكر كتير بيها ذاك تصف تراب ناس يصفو في التراب والحس فيه قال فيه بركة بركة ولا كبتماية تبتلعب علينا بركة وإنه هنا دي فيه بركة ذا يا ناس كلها لخبة يا أخي محايات والصوبية دي محايات يقرطع في محايا في الدين رسول سوى محايا تشلك له تكتب فيه وتحيد تشرب مؤرسول قال لا ضرر ولا ضرار سكن ده بيها ذاك تشرب في المحايا ومالية يمكن الشيخ بزاغ ذاته ما معروف خشمه فيه شنو تف تف بزغ لك انت تشرب ساي والشيخ لما نمرض بمشي المستجفى وده لما نمرض بمشي يشرب المحايا سدي حلوى كيف الشيخ ذاته لما نمرض بمشي المستجفى تقال البراعي مات وين براحة كده الانبز البراعي مات وين بيساهرون يعني مات في المستجفى لما محايته دي ومقتنع بها كان شريبه وقعت في محله لكنه ذات عارف الحاصل ملخبتة والله ملخبتة زول اللي شفتها لخبتها وبلاوي ويمشي المستجفى الشيخ يمشي المستجفى وارقت في العنبر يا دكتور أنا حاسي بوجع بيجاي وداك عنده وجع بيجاي يمشي يشرب محايته ياخر كبرك شاء الحق الشيخ في نفس العنبر ذاته أرقد بيجاي وبيجاي قلنا نوتا في الهوى سوا تاني في شنو تغشي ياختها شاه الله بخرة قال برضو يتبخر بيها وكذا الدين سوى بخرة قرآن دا الله نزلوا يتبخروا به لعب بالقرآن يا أخي ناس سوا بخرات وناس محايات وناس حجبات لابسين حجاب قال حجاب بتاع سكين حمزة طعنه دا قال لابس حجاب بتاع سكين حمزة رضي الله عنه أنبيا الله قال أفقل لما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا شنو تقتلون رسول وفريقا تقتلون تقول الله حجاب بتاع سكين وحجاب بتاع رزي تلقى للظهر ما فطر الشيخ ذاته يقول له فطرت بتاع الهجبات الله يقول لك ما ترزقنا لسه وده حاج شنو حاج رزق خلاص لما نشتغل وانت بعد تترزق اغمع أقول هجما والرزق بالحجبات كفار ديل البرزق منه كفار ديل برزق منه وانا أصل أصل الغنيانين بتاع البلد ديل ديل بتاع الحجبات ديل مين ومين 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 ديل بتاع الحجبات ده ناس كله هوس وما من دابة في الأرض أمي جزارة الصوفي يقول له ما تدعو غير الله ناصح يقول لك بدعو تقول لما لا ينفعك ولك الشيخ ينفع ضد القرآن تماما ضده وَلَا يَضُرُّكَ لك شيخ ده بانفخك إنت مصران بتنفخ ما لك إنت تنفخ الناس ليه إنت أنت تنفخ ليه أنت بنشر أنت تنفخ المسلمين ليه ويعرفوا للمضرة أنا ما لجيت شيخ شفت فيه خير ما لك يعني إنت لقاك عليم رب ويخوفوك والله صدق الله ويخوفونك بالذين من دونه لك شيخ ده والله يعمل لك حاجة إنت بتدور ليه الأولي الجد قال لك عنهم الكاظمين الغيظة والعافينة عن الناس إنت بتدور ليه عتودك بقلب حجر أقلب الحجر عتود ديني واحد وشيلي إنت واحد إنت وكد بتقلب إنت الصيغة بتاعتك بس حجار إنت وكد بتقلب ليه تقلب أليه التاني يا أخ والله جابوا عتود إنت شغال معارضة تقلبوا لأيه حجر شوفوا المضرة دي علي قال لهم مضرة وبأعمل وبسوي وكذا وصلوا درجات بعيدة أنا بديك من بعض الكتب عشان الصوفية ده تقنع منه تقنع تب بعد تسمع تسجيلنا ده تقنع منه ما عندهم شي صوفي تقعد معا 8 طاير سنة ما بديك دين نطيف كده يعلمك ليه ما في أتحدث صوفية من هنا ليه جبال بني شنقول بس الديني صوفي واحد قال وحد الله نادوا الله ما تنادوا الشيوخ لا قاك صوفي واحد بس قال ما دعن لقوا حجبات لا قاك قال بدي الجنة الله بس ما في كباش بدي الجنة لا قاك في صوفي بقول كلام زيذا نازل عقيدة تحت هنا ورعنا عقيدتنا في الله العظيم سبحانه وتعالي فرق ولا ما فرق ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى من إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد يا غنحنا لو قلنا للناس خلي شيوخكم ونادي شيوخنا قال لي زعلوا لكن خلي شيوخك وخلي شيوخنا ونادي الله ده بيزعل ليه الزوالله إن داري عارف إتا قلت ليه خلي شيوخك لو قلت ليه خلي شيوخك نادي شيوخي أنا مش مفروض يزعل قلت ليه شيوخك أسمي شيوخي إتا خلي شيوخك وخلي شيوخنا ونادي الله ليه ما الله قاله وتوكل على الحي الذي شنو لا يموت شيوخك ديل بموت وشيوخنا بموت والله ما له ما بموت يتوكل عليه ويعتمد عليه سبحانه وتعالى ويتوجه إليه سبحانه وتعالى تاسي وعربية دارت انقلبها ساعة ثلاثة صباحا وبوك الشيخ بيشخر هذه حلوة انتظروا لما نسحى تكون انقلبت وانجماعة ذالي اتطفجوا لكن الله قال عن نفسه لا تأخذه شنو سنة نعاس ماف نعاس ماف نعاس ماف يا ام ولا نوم الله مبنم تب مبنم نهاي اتا اخذ ودنايم انا اخذ شلفي حلم ولا دا اخذ لها كيف ذاته اتا تنادي فيه وهو بياكل بالشطة امره قيقى طعمه وبياكل احلا كيف دا يعني يخنق ولا يلحق كيف ولا يغسل يده ولا بهم رقيقة دي ازلقا ولا كيف ذاته ازلقا كيتا معاو يا ناس ناس انت واحد الله صوفية دا وبعدين عندهم اوهام صوفية دا عندهم كذب كذب هنا سيبدك حاجات بسيطة بس بالكتب في كتاب اسمه الطبقات الكبرى لشعراني تعليف عبد الوهاب الشعراني مدح البراي في مصر المؤمنة قال اسيد الشعراني الناشر لعلم الله دا جاب بترجم قال تراجم بعدين من ضمن التراجم ترجم لواحد قال اسم محمد الفرغلي من الكرامات قال خطف التمساح بنت مخيمر النقيب دا في الكتاب دا بتاع الطبقات للشعراني مدح البراي شعراني قال محمد الفرغلي من كراماتي ذكر من الكرامات قال خطف التمساح بنت مخيمر النقيب دا اريد وريك انه زول خطير زول يعني عنده زول يعني زول خطير صالح يعني قال اولي قال خطف التمساح بنت مخيمر النقيب فجاء الى الشيخ وهو يبكي قال لا ابو يا الشيخ تمساح خطف بيته ويتك كنت وين ويتك مشت البحر لشنو وكان يوم شنو ويتك كنت بتعمل في شنو لما مشت البحر في راسة سنة وقل له مشت متين زات وخليت عليه لما خطف التمساح فقال له الشيخ الفرغلي اذهب الى البحر ونادي بأعلى صوتك تعرف الصوفية دا شو الكذب كيف قال الشيخ قال الفرغلي دا خليه النور دا كذي الشيخ لذاته ظريفا نازل ايون بدأت تحمل ذاته واحدين بعدين قال وقال وقل دا الشيخ قال له اذهب الى البحر ونادي بأعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغلي قال له مش البحر كوري قول يا تمساح تعال كلم شنو الفرغلي فيه تمساح بعرف الفرغلي التلاقاك زيدا تمساح بعرف الفرغلي يا أمه قال فذهب فخرج التمساح من البحر كالمركب والله مكتوبة كذي قال والخلق عن يمينه وشماله جارية جماعة والي فتحوا بأجاي وبأجاي والتمساح ماشي الغريب قال حتى وقف بالقرب من باب الشيخ تمساح ذاته بعرف بيت فينه بيت الشيخ ما معروف بتمسحه سوى عليم الرب وقال وصل البيت والله الذي لا الى غيره أرجع على الكتاب قال فأمر الشيخ الحداد بقلع جميع أسنانه قال له قال له أسنان التمساح ذات حداد عليم رب جاب لاجن وشاكوش افتخش ما قال له تمساح لما فيه كشلو كشلو كسر لسنونه لا بنج لا حقن لا ايش والتمساح الدرويش واقف زاي كسروا له في سنونه كشلو وقعت السن والبعده التمساح قاعد ما عارفوا ده ذاته تمساح جميع وين ذاته تمساح صوفي عليم ربه المهم قال ثم أمره بلفظها قال لما الرقة قال فخرجت حية مدهوشة قال البيت مرقت مين في بيت جوا بطن تمساح بتمرق كذي مرقت عديل قال ومدهوشة قال قال أنا كنت وين كنت وين في منبدة ما كنت في بطن التمساح ده واتي واتي قاعدة لاز تمساح ده ما قرمش يكفز بالعي كذي ساي والله الذي اله لا غير أنا ده كله خليبه ينبا قال فأخذ العهد على التمساح ألا يخطف إنسانا وهو حي ألا تمساح تانا أنا قاعد في البلد دي شوف لك رزق في محل تاني ما تخطف لك زولي أخ في البلد قال فرجع التمساح إلى البحر ودموعه تسيل لا قاعدكم تمساح ببكى يمان وتمازح الدنيا اللي بيبكوا أسف الدلالة التمازح بتعين الدلالة بيبكوا ده بدوك فيك مقلب والله يديك عربية ما تعرف عربية ولا ترلة ولي ما بخليهم تمازح بتعين السوق ده ست بتقدر عليهم تمساح الده حاجة ذات عجيبة تمساح ده إن لقاك في البحر بجيهك تمساح السوق بجيهك وانا ما لقيت حلاوة يسمى التمساح لقيت موس يسمى التمساح لا قاعدك ولا لا موس وكبريت يسمى التمساح لا قاعدك ولا لا لكن ما لقيت بس كويت التمساح اتا لا قاعد ما أفزا التمساح ده شوف خطر ده بكى التمساح وطرش التمساح يا ناس دي أمتها مش لقدام والله الذي لا يلا غير من ام زيدي زيدة يعني انا باكسود زيدة كرامة تانية في كتاب الطبقات لمحمد ظهرت له كرامات وخوارق عادات كلام زيدة قال منها علمه بمنطق الطير الشيخ ده ده عارف منطقة الطير يعني الطير لما نسكسي كتب تكون ما فاهم شيء لكن هو بكون عارف الطير اقاص ده شنو واحد بتاع التماسيح ده ايها براو ده شوف تعال بتاع الطير ده ده كمان جابة عجيبة مرة واحد قال ذات يوم المشاط يمشط رأسه يمشط للشيخ في راسه قال فجاء الطير في كوة البيت الزيد شباك ده فسكسكت فسكسك هو لها السكسك لا دمنه عبوك الشيخ ذاته بدع شوش سكسكت الشيخ سكسك لا لسه ما شرح لك ثم جاء الطيرة اخرى والله مكتوب كذي فسكسكت فسكسك هو لها والدبرك بردو جاء سكسك ووك الشيخ شنو سكسك ليه اصلي زول عجمان قاعد معاو شيخ سكسك ده تاني بقعد معاو هو زول بسكسك ليه والدبرك ده انا بيبلي مرة تيه للجنة والدبرك بتوانس معاو انت بتبعهم كيف تيه بلي المرة يا اخي لا بوي الشيخ دار جنة اديك تراب يقول لك هاك اكشحه في المتمة تاني يتم عليك ربك سبحانه وتام اديك تراب قلت لجماعة ديل وقلت لا بوي الشيخ انه دار جنة هاك التراب ده اكشحه في المتمة تاني ما التراب فيه خشمك بعد تزع شهور تلقى ضان الجنة وضان الشيخ واحد ما فيش حاصل شنو فيه شنو هنا فيه هنا حاجة موضوع ما واضح ولا ما واضح يا اخي زول يا اخي يا اخي وكل تحني يا اخي تقول يا الله ديني جنة ودي لها اخي تبتلعب علينا يا اخي بنات المسلمين يا اخي ما عليش لكن ده ما الحاصل الحاصل مر فقال طوال قال فقال له المشاط يا شيخ سألتك بالله الذي لا اله غيره الطيرة ان قالت لك وانت ان قلت لها ادلوش لسا قاعد قال لي اسألك بالله يا شيخ الطيرة دي قلت لها شنو وقالت لك شنو وقالت لك شنو وقالت لك شنو قال زوجان وفقت بينهما والدبرك زعلان من عشوشة ولا العكز وانا صالحتهم صالح والدبرك وبدع شوشة وده مصدق والدبرك وبدع شوشة صالحون يا بدع شوشة استهد بالله الزرازير ومستقبلون والدبرك انطلقتها تاني العريض صعب والظروف صعبة وكذي هت العاقل ويت هناك وكذي الموضوع ده كذي شوفوا لكم سلك وهناي صالحون طوالي هاي بوي الشيخ خلاص ابدع عشوشة خلاص انا فوت لك اي شي نبدأ صفحة جديدة مع هات سلوك يا ناس بيدي ده ادبرك بذار لبتي هناك ونخبطة ساي باسم الدين الكلام ده المشكلة باسم الدين زول بيتكلم مع الطير ده بيتكلم مع التمساح داك في الطبقات الكبرى واح اسمه عبد الرحيم المغربي ودينها قال عبد المحمود نور الدائم في كتابي النصر العلمية لاهل الطريقة الصوفية قال استشفاع ازمع العنوان ده قال استشفاع الملائكة بصالحي الانس الملائكة اطلبوا الشفاعة وعن طريق منه صالحي الانس قال واحد اسمه عبد الرحيم المغربي جاب من الطبقات الكبرى للشعران قال كان في حلقة هو معه بعض تلامزته الحواريين بعض الحواريين 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 قال فنزل شبح من السماء في رواية شيخ قال قاعدين في شيخ ولا شبح من السماء جطوال في الحلو قال ثم صعد فقال الحاضرون للشيخ ما هذا يا شيخ قال هذا ملك من ملائكة السماء وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه فشفعنا له عند الله فقبل الله شفاعتنا فيه ملك والله الكلام ذا مكتب في كتاب النصر العلمية لأهل الطريقة الصوفية تعليف عبد المحمود نور الداهي وفي كتابة زي الرياض جائب أحمد الطيب البشير قال مشس النار قال فاجتمع عليه بعض الناس ممن يريد الدخول في طريقته وممن يعني يشك وهو كذا وبعض الناس قال قال له يا شيخ انت بتحي الموت فقال لهم اختاروا من شئتم من أصحاب هذه القبور مجد المقابر اختاروا أي واحد قال له نسبوا قوموا لكم والله قال فاختاروا أحدهم فقاموا قوالي قوموا لهم قم تقول راقت فيه عن قريب والسؤال النام صحيه زي الناس قوموا طوالي ومات ومعاهم ملائكة والسؤال قوموا طواليا إحياء الموت وجايبينها برضو ترجمة لحسن واتحسونة في كتابة طبقات لمحمد وضيف الله القبيل ذكرته ده ترجمة الفصل الثاني في ترجمة حسن واتحسونة أنه يحيي الموت نازل خلوا شنوها جماعة زول بدي الجنة زول بيعلم الغيب صح خلوا أشياء كثيرة لكن دشرك واضح وكفر زول يحيي الموت ويدي الجنة ويعلم الغيب ويحلفوا بيه من دون الله ويتكلم مع الملائكة ويستشفع للملائكة أو الملائكة استشفعوا بيه ويتكلم مع الطير ويتكلم مع التمسح ويبكيوا وتنادي في الشدائد ياخد الداري صالوا لشنو النازل أكتر من كذي صالوا لشنو يعني كلها دروشة وفي النهاية القرآن ده من الفاتحة للناس ما بتلقى آه تقول لك أبقى صوفي والسنة شت ما بتلقى حديثي قل لك أبقى صوفي لا تبقى صوفي لا تبقى أنصار سنة لا تبقى أخو مسلم لا تبقى حزب تحرير لا جماعة تبليغ لا دواعش لا أبقى مسلم مستقيم كفاية ولا ما كفاية وحر براك مش تبقى لك مع جماعة ونحن عندنا اجتماع ويتخبتك من اجتماع اجتماع بتاع شنو؟ ده لك بغادي يجروك وحقيقة ثم إننا في هذه الأطر ينبغي في المرحلة القادمة أن هذه المسألة أنيطت منها بعض المسائل ثم إنه لابد يا أزول لابد ما تخش في الموضوع والله بيجمى داخل داخل مسلم يطيع زمنك ساي وداخ بغادي سروري بتاع ناشيد وبتاع حاجات تانية لخبة كلها ومصائب لإن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصل وقبلها هنيئا أيها البطل لفقدك تدمع المقل ويتك يا عاية هنا ما تدمع المقل قدام ما تمشي جاهد إتا هناك يريد ترسلني والتتاكل في المندي هنا تجرب في العصير بتاع المنقى بالتليج وانا ترسلني هناك وجهاد من غير ولأمر جهاد من غير حاكم بس باركوها ساي هو جهاد ده بس كذي ساي تفجر نفسك وغوك وراحل جنة الجنة ده ما عندها درب بتخوش ساي والنادي ما دفعتها قروش ما بتخوش جنة بس تخوش كذي ساي تلعب علينا نحن آخر لا لا ناس والله الناس كله والله إلا من رحم الله تعيه اللخبة وداك حزب الامة بيجنبه ونحن والمهدية ثم إننا كرري تحدث عن رجال كالأسود الضارية خاضوا اللهيبة وشتتوا كتل الغزاة الباغية عبداللطيف وتواليوووووك داك يبكي Affordable tab keep je dla back là جيب قدام وجيب ورا وده منس عنده جيبين بتمسكوا البلد منس جيبين عليم ربه بعدين بعمل باجن يا ناس كلها لخبة والله الذي لا إلى غيره وجماعات وحزاب ودرويش بيجاي أنا أستغرب في الصوفية ذيل كان دار يدعو كفار يقول له لهم شنو دار يدعو النصارى يقول له لهم شنو يقول له ما تغلو في عيسى عليه السلام نصارى بقول له أنتم ما تغلو في الكباش تدعون كيف تدعو عباد صنام يقول لهم ما تعبدوا الحجارة يقول لك القبة دي بلاس ديك أنت تدعو شنو أنت تدعو شنو ذاته وتدعو لهم لذلك ها جماعة النازية توحد الله وتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام الشقة الدرب لعلق حجاب يا أخفي بزبد واحد اسمه إبراهيم والله شاب صغير قال له واحد عنده موتر قال معلق في الموتر كمون قال أحفظ الموتر قال غنمائي جات لافة ما أكلت من الموتر إلا الكمون بس الغنمائي ترمت الكمون ومشت والله نتكيفت منها ما شفتها لك تكيفت منها يعني أننا قاعد بديها موسطين هديح قال الغنمائي دي ترمت الكمون انتهت منه وده خاتت إنه يحفظه شوف دالك اللي خاتت إنه يحفظه في النهاية نفسه ما حفظه بيقى فيما صارين الغنمائي وكلها لخبة يا أخي شافع يا أخي يلبسوا حاجات وبلد بيقى أي شيء يرجفوا منه زول يا أخي قرية كاملة قرية عكاكيز وسكاكين مسدسات والرجال والشنبات كلهم يرجفوا من علم فيه قضعة بس ولك أبوك الشيخ يتبين هنا المحل دي ما تصلوا كيف ما تصلوا محل ده كيف ما تصلوا يتبين وزول في المغابر يتبين في الفريق ما أروا بيجي في الفريق انت من المغابر تجي الفريق وقاعد في مربع يا أخي في الفريق ونساوين وبلاؤي ومصائب كلها يماعة دي أوهام وأشياء أفسدوا باع قائد الناس يا أخي أي شيء اعتقدوا فيه سفينجا لو مقلوبة يقول لك صلحة صلحة ما تقلب علينا يا أخي سفينجا بتاعش لو عربية اشتروها جديدة يطبحوا ولك ما ضبحتها عربية دي بتجيها حاجة والخواجة الصنعة ما ضبح الصنعة ذاته لقاك خواجة ضبح ولا ضبح ولا أي شيء ولك ما ضبحتها تشيل من الدم تلصقوا في القزاز عربية دي بتجيها عوارض يا أخي عوارض وين كان والأول اللي بيحفظ منه خواجة قد تلك الصنعة ما سوى لها عمارة يقوموها عمارة ويجيبوا لعيشة الحب شتتوه قال للجن عشان الجن ما يهيج على العمارة دي هاي هو جن بتدعيش حب جن تدعيش حب واعت في كافوري قال لي أنا حارس حارس لا عمارة عمك اسمه دفع الله قال ست العمارة جابت له فكة حديد تكشحة تحت وبتعى سجار أحمر زاي وكله حرام المهم بيشتت في الفكة تحت عمك لقط الحديد وماشا طواي جاية أموره غايته ما بتجوز لك إن جاية غايته والله والله الذي لا إلى غير ما جا ما شغلتو دي يا أخي جن دار لفكة وتجن وكتا الدرش وتدفكة وتجن يا أخي بتاعش ناس ترجف من أي شي يا أخي كان جات كتاحة يكذبه كتاحة لو جات يقول لك يعلمه تشافع محمد معانا ما تغشانا يا أخي تكذب محمد صلى الله عليه وسلم في السودان معاك صلى الله عليه وسلم معاك في السودان يلعب يا أخي ودعلك خاتين فرشة قال العصر خاتين لهم فرشة وبقولوا فيها ذكار قالوا ذي الحضرة النبوية تلقى مرات كورة فيها موية مسيخة قالوا الرسول بيجيهم قلت الرسول كان بيجي بتددي موية مسيخة الرسول عليه الصلاة والسلام تددي موية مسيخة وحضرة تلعب الدين يا أخي الرسول ما جا السودان صلى الله عليه وسلم دعوة وصلة السودان لكن ما جا السودان ودكذب ساي جات كتاحة تسأل الله سبحانه وتعالى لأنه هو هو الذي يملك الريح سبحانه وتعالى وهو الذي يصرفها تسأله خيرا وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وتستعيذ به من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به كل عقائد لشان كذا جماعة قلبك ده نظفه قال لي لله بس عيش في الدنيا دي لله عبد لله ما ترجف ولا تمش تشيل حجاب بتاع محبة ولا حجاب بتاع الرزق ولا حجاب بتاع أقرب ولا حجاب بتاع طلقة ولا تتبرق بيه تراب ولا تنادي شيخ ولا تمش ليه فكي ليه رايحة شو يخده الماندون أي شي ناس غلبتون الشغلة ركشة ما بقدروا يشتغلوا صعبة بنزين مرات الليستي الليستيق ببنشر والسلك بتاع اللبانسي مرات بتقطع والكلتش شغلة الركشة بشوية والمشاوير مرات حار الشغلة فيها سهر غلق ما بقدر عليها طلبة الشيخ ما بقدر باغة يمكن تقع من يده ما بقدر يشتغل في فرم القبو حارة ما ديها تاني يشتغل شنو ياهو بيشتغل شغلة العتان ده ننشغل بتاع بوياض ونملق بالخيرة والناس صاحيين مالقوا الراحة وصاحيين بيكشفوا كده مالقوا التنايم دارت عجيبة يقول الله يا أخوة وبلبلة وململة كلام فاضي فالناس تبقى عقيدة في الله صحيحة وتوحد الله النقطة التانية والأخيرة ما عليش تهرنا بيه يقول لكينا نعيجينا من مشوار بسيط تتحملون شوي النقطة التانية والأخيرة يقول لك بتختابوا الناس تتكلموا في الناس وما خليت زول وما تقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء جمع باختصار شديد جدا الغيبة دي حرام كلام في الناس حرام قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا لكن العلم قالوا أرجع الفتاوى لابن تيمية واحد راجع كلام الإمام أحمد اتنين راجع كلام ابن قدامى في مختصر منهاج القاصدين في آفات اللسان تلاتة راجع كتاب رياض الصالحين باب ما يباح من الغيبة أربعة دي الكفاية بس أربعة ما راجع وقل لك العلم دي الملخص كلام كله وكله إن الغيبة دي حرام ما بتجوز كلام في الناس حرام لكن في كلام في الناس مشروع مشروع مرات مباحة ومرات واجب عذيب يكون واجب تتكلم في زول ويستدلوا بها دلة مجب يقول لك الدين دا دلة أو الدين تذكر المزألة تذكر دليلة دا من الدين تذكر المزألة تبرهن على صدقها شأن تغنع الناس كون تغنع عند من الدين تبين لون الحق طيب حديث في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت خطبني معاوية وأبو الجهم وهذان صحابيان جوي خطبوا فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خطبني معاوية وأبو الجهم الزواجات قال أما معاوية فصعلوك بالكاف يعني شنو فقير ما معناه بتاعتنا دي لأنه صحابي ما الدب ما بتاعتنا دي وإنما صعلوك بالكاف يعني فقير وأما أبو الجهم فضراب للنساء وفي رواية لا يضع العصى عن عاتقه يعني ها إما ضراب للنساء ولا بسافر كثير والمرأة جمع بطبيعة يعني المرأة عامة لا ذاير الزول الماء عنده قروش ولا ذاير الزول الضراب للنساء ولا ذاير الزول اللي بسافر كثير صح ولا ما صح المرأة بطبيعة قال أنكحي أسامة بن زيد قالت لا أريده ثم عادت فتزوجته الحديث ذا الإمام النوي أخذ منه جواز الغيبة للمصلحة يعني كونه تقول فلان ما عنده قروش حتى لو هما برضاء طالما فيه مصلحة شرعية انت بجوز لك شنو تقول ها الزول لو تقدم ليه بط؟ ها الزول جا تقدم ليه بط؟ قال لك يا أخانا داير بط فلان ويتها عارف البيط دي محترم ومهدبة ومهدبة وزول عنده دين واخلاق وعارف الزول لا زول مجرم صلاة قطعة وبتاع سكر بتاع لفه دوران في السوق وبتاع مشاكل وحاجات وعنده لخبتات يعني سألوك قال لك فلان دا نديه ولا ما نديه هيتها رايق أيوة مج بتقول ما تدو ولا بتقول دي غيبة ماذا أن نتكلم في الناس ولا بتقولها النصيحة تقولها النصيحة لأنه لو قلت غيبة وانا ماذا رأتكلم فيه ومشوا أدو الزنب بعدين على منو لقيت كتمت الحق طوالي تكشفه والله دا ما تدو ما زول الزول لا يمكن يديك منيا وقولها زاي والله بيديك أجور قال انت ذاته جيهت بتجيه الشغل أكيد تقولها الحقيقة تقولها النصيحة ولا كيف تقولها النصيحة لو مشيت له قاضي عندك مشكلة مع زول شال قروشك ما رجع تقول للقاضي في زوج شال قروشي يقول لك اسمه منه شاء نكتبه أجيبه تقول لغيبة ماذا أن أجيب اسمه ولا بتكشفه بتكشفه إنته في قروش بتكشفه في دين الله دا ما يتكشف الزول دول في قروش يتكشف في دين الله ما يتكشف لو زول كذب الراحة دا كله خليبه جنبه لو زول عنده ولد عمره تلت طائر سنة تلت طائر سنة يتاسي عندك ولد عمره تلت طائر سنة ماشي معه شاب عمره خمسة وعشرين سنة وداك بتاع بحر وبتاع لخبتة وبتاع حاجات مكويس ويش بتخلي معاه ولا بتنصح الولد قل الله جنة تزول لقدرك لا لا ما قدرك قال لقيتك معاه وتعني البسطونة دي شنو بتاع باك ليه يا ابا تقول ليه الودة تقول ليه تزول لك ويس ولا بتقول لك عب تقول ليه تزول لك عب ما لقاك معاه ولا تخلي ولدك زي تقول له غيبة اميش اولا دي الله يوفاك ويمش معه البحر ويش خليوا اللي بتنصحوا تنصحوا طيب الامة دي الامة دي فيه الناس كتار بيحبوا الدين والله يا جماعة ناس كتار بيحبوا الدين نخليه نضيعه يمشي مع الدجالين ولا نكشفوا الليون هسي خليهم معه سكزكت له دا وسكزك لا ولا نكشفه نخليهم معه تمساح البكاو دا ولا نكشفه نخليهم مع دا قلبي يقول بيدي جانا ولا نكشفه يا اخي نكشفون يا اخي يا امي يا اخي فيها خير يا اخي ناس كتار فيهم خير والله الذي رفع السماء انا مشيت سوبة اللي عوتا بتكلم جواحد لابس برمودة تلت تربع دي جماعة شي سكران ما قادرين بيزي الناس سكران وجسمه ربط لاغين سكران ما قادرين بيزي وقف قد داوين كده طربيده الناس قالين دار اضربني وان ذاتي بكيت مستعد اي شدد جزمي قدت كان داني واعدة انا ذاتي شاء الله مري جاهزة المهم الزوء الله قال لي اسمع قلت لات فضل وانا بتكلم قال لي تكلم لنا في عمر بن خطاب رضي الله عنه قلت لات يعني اذكر لنا يعني اذكر لنا ترجمته قلت ليت بتحبه قال لي بحبه شديد عمر بن خطاب باز الدين مش قاعد في المصطبع قلت لشباب خلوه قاعد في المصطبع بذيت اتكلم في عمر بن خطاب سيرته ووصافه والاشياء ومناقبه بعض المناقب عشر دقائق والله دقائد الغسطولي وما زكران طبعا قلت للا يا اخ ده ما تقوله فيه ده صحابي ما بقوله لكذي يا قال لي ما دي لغتنا قلت للا ما تقول لك المهم طايبته يعني لكن قلت للا ما تقول له شنو كذي ده ما فيه خير هز ده ما دار الدين والله قبل ثلاثة ولا اربع يوم في البرد واحد ما سقني الصلاة انا ما اشراح كالصلاة ما سقني يا دفع قال لي زكران يا دفع قال لي ما تمرقني من الشغل هز تلاتي شغل وممرق كالله قال لي يوالله قلبي ده ملا انتوحيد لكن الزكر ده تايبني والله أنا متضائق منه لكن أمر كيف يا اخ أنا ما دار الله يغضب علي قال لي ولا دار الله يرضى علي أنا دار الله يرضى علي ما تسوقني يقرب والله الذي لا إلى غير وماشي لما لفت باللف ماشي معه يا دفعة كذا كيف يا اغل الموضوع دانا والله بحضر مقاطعكن دي والله دار الدين ما قادر يا اغل انا جيت وانا استذكران قال له اجيك وطلال الصباح ان شاء الله ميت لها الصباح اديتوا تلفون ولم تعوه فيو خير نحسب والله زول فيو خير دين لكن قد يبتلع وناس كتار ذي ديل شعب فيو خير ناس كتار فيو خير خدعون الامة دي شفت الدجالين ديل خدعون باسم الدين فرشوا شوال جابوا لهم قصبات وحجبات وبرتمانية فيها كم حاجة كذي وبرازيلة مترمة برضو خدتنا ولالوب واشياء وخدعوا الناس وقرض قرض بس لما انا قرضك اديك الحياة دي واحد قال لي جيت لقيت واحد ببيع في الشغلة دي شلت لي قصبة خليته غفل قال لي لت لي عود قصبة صغيرة رمية تلفين وص حياته قال لي بعد بعد انت يعني قبل كذي قلت اصمع القصبة حقات شلو وهو رماذات ابريك شفوا قال لي دي حقات تنزلوا ولا قحة أو يا corner قال لي دي رميتها ناس يا زو اللي ت فتبتلعب ولا شون زولzu ورمازها رماذات siamo باجسفوه سع vue التنزل بجسفوك وبعدين كان قحة كراحت حال ما كان مشت خلز يا ناس ناس توحد الله تبع الرسول عليه الصلاة والسلام والغيبن إحنا عندنا حرام لكن للمصلحة الشرعية العلماء جوزوها وذكروا أدلة كثيرة أنا ذكرت لك دليل واحد فيها أدلة كثيرة ذكرناها مرفوعة في النت المحاضرات الناس قد تحضروا وغيروا وكذب والأدلة كثيرة نحن ماذا نساهر بالناس أكثر من كذب والله الشباب ديل اهتموا بالعلم نصيحة لهم اهتموا بالعلم ويكثروا من الدعاء ودائما يكثروا من مجالس الخير مجالس العلم لأنه يا جماعة الآن الفتن كثيرة فتن كثيرة بسمسك فتن جانب النساء دي أكبر فتن الشباب الآن بيشكوا منا أكثرون واحد تلقاه بيلف لحاجة خد رزي للسطوب بيلفها بشر واحد ببلع حاجة يا جماعة واحد ما بعرف إيه واحد بانطين عديل تقول ليه ما لك هاي ودائك مفلفلة ودائك شايلة بيجاوي وبيغاد ما لك تقول ليه لك والله الدوني شاكوش يا أخي وده شاكوش واللغون بولده بيخليك تعمل كذي والله خليون يا أخي شباب يبكوا يا أخي بالليل واحد تلقمش تغلقون يا أخي بتوالي يبكي تقول ليه ما لك تقول ليك لهي بشوق ورحل الغمام قايدة الوسطور رحل يا زول يا طيب ماشي وين أو ترى هو ماشي يت ماشي وين تذاك ماشي يت ماشي وين قبل يومين والله ولا تلاتة قبل أيام يعني ما ضعبتها قبل كم يوم جاي من مدني راكب في البص جاي الخرطوم شغلوا فنانة من في البص يا غالوة قالت قالت أزوني القراب سببوا لي عذاب وطيب ما تخلي الشغالة دي والله قالت كذي وهوس كتير لقيته باللفة والألم العلي خفة ألم بتاع شنو لو مر في الإسبوع نتكتك الموضوع يأتي موضوع والله كله فاضي سايخ وما مشكلة ورموني في نص البحر ما مشكلة إنت ورل ارموك في نص البحر تقع ساي في نص البحر ويجيبه عمك الكبير داك وبيجاي تلاتة بنات وبيجاي خمسة أولاد وغني لينا يا فلانة وهاي اللي يا زحل وإنت خطيرة يا فهيمة يا أنا اسمع أقوله وفهيمة بأولادة ما عرف الحال بأولادة وعمك كبير هاي ما شفته عنده ضحكة إن داك ليا يمكن تبكي يجيبوه عمك دا الله يهدينا وديوه والله كلها هوا سياخي فالنانين بيجاي وداك بيغادي وناس يجيبون حزينين كيف خدعوا الشباب شباب وبنات اتبرجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم صنفان من أهل النار أنا والله بدأ عجبها جماعة ذو المؤمن صدق النصوص يقولوا لي لفظة النار ويمرر زايا النار النار صنفان من أهل النار لم أرهما قال بعيني ما شفتهم لكن بي قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس دو الصنف الأول صنف الثاني قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت الأسنمة جمعي شنو سنام والبخت الناقة يعني راسة زي شنو زي سنام الناقة تسريحة فوق ما جفت مرات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا بالتلقى يا أخي بالصلي وجه رمضان تصوم وتلقى مرات عندها نوع من الخجل والحياء بعد تتبرج لأنه بتحذر مسلسلات وتحذر في اليوتيوب وتحذر في الأفلام في أشياء وفي كذا وتقلد والشغل زاتك ترى تشوف تقعدت الأولاد والبنات دي سوا في الجامعات صفات زاتة بدت تتناقل والله شايفوك معاك واضح البيت زاته والولد صفاتهم بدت شنو تتناقل زاته وبيت بتلبس بانطلون ما شايف الحاصل بانطلون حق منو ولد بيسوي كريم هذا حق منو الكريم ما قلت لك بدت تتناقل الشغل تلقى ولدي تقطك في اللوبان شغلها ما جاطت وبيت بتدي بنية ما مقلوبة تشغلها والله والله تلقى ماشي في حافة الطريق والبيت في نصف الطريق ماشي وتلقى الشغلها قاعدة وتكذب ليه ويكذب ليه وأنا ما قادر أنوم وعدت النجوم أما في الليل النجوم تلوم ساي بس ما فيش وديك بيجاي تكذب ليه وأنا ما بتزوج غيرك وينجزوا المرتب بترمن لشارة طوالي بتبقى مارك خليه تلفت هنا بس ويتبكى بيجاي واحد في الخرطوم أنا قاعد بشرف عجبنا معا أخونا والدناير جاه قال أنا خليت الدجالين دي لدريبون قال بس أنا بختم لك بي شباب دي لستقيموا على الدين صبروا شوية قال ما شئت لي دجال قال قلت ليا أخنا والله دار لي بيت والبدي في السانوي وإلا زوجة وكلام زيدا قال الزول لك اللي جيب ليه حاجات ودجال جيب ليه كذا عجيب ولو جيب ليه كذا عجيب آخر شي قال ليه جيب ليه صوفة من دحيش ما تم شهر قال هذي الدحيش دي عارفو كيف زاد ترى هول بشار ده بزار أمه الدحيش دي لقو كيف قال بيجيب ببتش في الدحيش في اللي والله موش كلامي حير في الجبنة نحن ذات الجبنة قربت تبرد ولا ما عارف اليوم دا كشيري بناه كيف زاد مهم ولا شاي قال مغربية قال لفيت لفيت قال في النهال قت ليه دحيش قال قال الدحيش ده تعب نتحب أجر وراه وقال خشت ليه شوكة وقال قلت يا زول خليها ما بفكها قال إلا قبضو قال قبضت زعطة منو قال ريشة حتى قول جاب له كيلو بتاع دهب قال حتى يمركت الشوكة مشيت للدجال قلت لهك الحمد لله وصلنا للكنز والمهمة الموغة آغة قديت وقال الصوفة سوى ليه لخبتك دي قال ليه هاك البد دي أمشي قال ليه جم المدرسة بس صافحة قال دي مرتك قال قال مشيت واقف جم المدرسة البنات مرتكوا بيت بيت بعائل لهم طق المدرسة جد قال لحد آخر بيت قال بيت ما جات اليوم الثاني لحد آخر بيت ما جات قال صاحبت تصل بي قال ليت وين قلت له الله واقف جم المدرسة دي تراوه دار البد دي صافحة عشان تبقى قال هذا هو لسي العقد بتاعه راح تعالى حضر ذاته والله قال مين الوقت داك فكيت الدريب بتاع القوم دي والله الذي لا يلا غير دي أخوه دي حيش وشغل فيها دي حيش دي باقي لك تمش لك الدام فيها دي حيش وصوف في تاع دحش وما تم مشار وفي الدحش ذاته وما تم مشار دي بتمش لك الدام شغل زي دي يا أخي يضيع زمنك يا أخي أوهام ساي ما تشتغل بالشباب دي الكتير قال ليك زون مستقيم لبقى بتاع لخبة بتاعتي هنا يكذب وبعد يعني يتزوج يا أخي يتزوج واحدة أمورك مشت تمام الحمد لله ما مشت شوفها التانية طوال يتزوج كويس التالتة لسه بتتلفت تزوج الرابع باقي لك تانية بتتلفت هاي والله واليمكن اليوم كله تشتغل لا حوله ولا قوته استغفروا الله وأتوبوا إليه لما انتموت تاني لذلك الناس تستقيم على الدين وتسمع المحاضرات وتسمع الدروس وما تشتغل بالأوهام بتاعت الغنى بيهموك زاي بيك ساي الدنيا حزينة والرحلة طويلة وشنو وما في حزينة ولا في طويلة كيضي بزا وتقعد يتا تقعد تتوهم في كلام الفنانين دل وجواي نغم تقعد تفكر فيها في سيليك جوا ولا النغم ده كيف ولا فيشنو زاته ويهموك واحد يجي حزين عامل كيف واحد كيف ما طيّع زمنك معاهم وداق بيغادي برضو داري بكي ودا بيجاي والله نحنا مع الطيور لا نحنا دارين مشا مع البشر والطيور بنالحقون عجلنا مش معاهم وشفت القمر سرحان يتوف القمر ده عنده درب معين تبتلعب علينا نحنا وعنده قصد معين واشياء معينة والموضوع ده طويل جدا يا جماعة لكن نحن نكتفي بهذا القدر الناس تسمع المحاضرات والشباب استقيموا على الدين صلوا في المساجد يكونوا على العقيدة الصحيحة وينشروا دعوة الله بين الخلق أمه الله محتاجة ولو كان الناس اشتغلت الدعوة دي الله برحمنا في الدنيا وفي القبور وفي الآخرة العظم يوم نلقاه أسأل الله يتجاوز عنا أجمعين ويبارك لنا ولكم في الأموال وفي الأهل وفي الصحة وفي العمر وأن يتغمدنا برحمته ويجمعنا وإياكم في دار الكرامة إخوانا على سر المتقابلين جزاكم الله خيرا على حسين السماع بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله